تبادل تجارب والخبرات بين الأطباء الجزائريين المتواجدين بالمهجر ونظرائهم المتواجدين هنا بالجزائر هو موضوع نقاش اليوم في ضيف الأخبار مع الزميل محمد سلطاني مساء الخير مساء الخير زميل خلاف مساء الخير مشاهدين الكرام أسعد اليوم باستضافة الدكتورة نوال مرزوقي تشرفني أنكم تستضيفوني على قناة الجزائرية وتشكركم لهذا الاستضافة شكراً الدكتورة نوال مرزوقي كنت هنا طالبة جميعية حصلتي على شهادة هنا في الجزائر ماذا بينا لو كان تعرفي المشاهد وش درتي هنا في الجزائر باختصار وكيف شرحتي لفرنسا وش درتي في فرنسا دكتورة جميعية حصلتي على شهادة البكالوريا في الجزائر عام 1999 بعد هذا توجهت على جامعة واريب ومدينة درست علم بيولوجيا مختصة في الجنية تحصلت على ديلم ومدينة ديلم وليس ديلم ومدينة ديلم ورية عامل أصبحت على جامعة لتجاهزة في منطبق مستع 1 ومستع 2 في الحلقة في العامل وفي صلحة ومدينة ديلم ومدينة ديلم وانتظر في عامل له أودي مركز يوجد خارجه وتهجز متحددين البد account في المقام Adult نعم كملت دراسة الطب يعني دراسات أخرى في فرنسا واليوم ركي ضمن جمعية الأطباء الجزائريين المقيمين بالخارج طيب اليوم جيتوا لهنا للجزائر وفي إطار تبادل الخبرات والتجارب مع نظراءكم الجزائريين وكنت وزرتوا ورقلة وزرتوا كذلك مخيمات سحراء الغربية في تيندوف إذا كان سمحتي المشاهد الكريم إذا كان حبوا نعرفوا هل يعني يراكم في فرنسا هل يعني كيفش جيتوا لهنا للجزائر نحن يعني أنا نشارك في هذه الأسوسيation اللي تجمع كل الأطباء يعني نحاولو نحن نجمع كل الأطباء الجزائريين إنستاليه في فرنس وفي فرنس ومم في فرنسا نحن نحاول أن نفيد من الأسوسيations من المدسين للأطباء وكل هذا الشيء برعاية سمحوا لي جميعا أن نشكره لأنه اللي ساعدنا كثير في هذا المجال رعاية سيدنا إبرايس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس اللي شجعنا وي سهلنا لإمكانيات لتحقيق الإجتماعات وتحقيق الإلتقاءات بين الجمعيات لكن طبيبة سمحي لي ما قلت ليش يعني آه لا جميعا أن أرأيك جميعا أن أرأيك يعني جيتوا في إطار مهمة في إطار يعني هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب يعني إذا كان من الممكن إعادتوا ونعيدوها أبقى 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 طيب إذا كان سمحتي دكتورة يعني ما هي المجالات اللي قدرتوا أنتوما والأطباء الجزائريين في ورقلة يعني تتبادلوا فيها التجارب والخبرات يعني كما كما شرحت تتلغ إحنا جينا في إطار يعني مهمة إنسانية ومهمة التضامن أيضا اللي تبناها الوطن الكريم واللي كان من الهدف منها هو تقديم المعونة للشعب الصحراوي الشقيق المظلوم والمقهور هذه في الصحراء الغربية ليس في تندوف يعني لتخص أخواننا الصحراويين في المخيمات دكتور اللاجئين في الصحراء الغربية يعني هي كانت مهمة التضامن كانت تتجسد مهمتين أساسيتين مهمة من جهة اجتماعية وجهة طبية يعني هذا فيما يخص الصحراء الغربية اللاجئين على الصحراء الغربية ولكن كانت هناك مجموعة أخرى التي توجهت نحو مدينة ورقلة واللي كان هدفها الأساسي هو خلق جو تعاوني يعني بين الفريق الطبي المحلي والفريق اللي جينا فيها يعني حاولتو تنقلو تجارب كمتومة الفرنسية اللي تعلمتوها مثلا في المستجفىات الفرنسية اللي هنا للجزائر كيف وجدتو LE نيفو Saالي المدسان الالجيريين أو المنتج اللي ميدكال الناس التعاوني اللحن الأشترين اللحن الأشهر ليس لتدكها لتدكها مجموعة لتدكها لتدكتنا نعم نحن نحن جانا نحن جانا نحن 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 خ innير نحن ن الفUF نحن 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 عمد الإعادت تحدث us off blogs نحن 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 تبع ح Rule نحن نحن G FIN جانا 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 lihat إelltيساسين أهن بشكل مع إعلام الجسدERS يوجد زراج لحقول يوجد أن يكون هناك المساعدة التفاصية. بعد درجاء الصحصرنا ، وهناك الهم بإجابات التفاصية حمي. منذ تعلق بالنسبة للمساعدة من أصحاب النتيجة والمعلمات من الوامنة . ولكن نحن بلايك فهذا. نحن بلايك في محال أيضًا في العزالات ويعرفة للمشاعدات التقنية. لقد وجدنا نقص على التقوين في التقوين في الجزائر ومقارنة في فرنسا؟ تقوين في الطب لا نستطيع أن نقول لأنني أولا تقوينت في الجزائر والتقوين التي تحصلت عليها في الجزائر هو تقوين من قوة ومنحني الإرادة وإعطاني الضغم لتقوين الجزائر هو تقوين من مستوى عالي ولكن تقوين في الطب في أي مجال يعني مشاري الطب وتقوين يجب أن تكون متواصل لزم تكون إيفارة من المستوى يجب أن نكون في الإطرانجي του أخبرنا في الزغة أن نشارك دائم الضغم لأننا نستطيع أن نعرف لفرقائي ونساعد أن نستطيع أن نتعرف للمعارض الكثير من المتجمز على التقوين والمتعار والمتجمж على التقوين والمتجمع والمتحف المتواصل هذا محط من لا نستطيع أن ندخل على الأرض طيب دكتورة نوال انتي الان كنت تتحدثي تقولي بانو التكوين اللي تلقيتو في الجزائر ان بيولوجي ان ترسيز ندقك ان بيولوجي مكنك لما رح تتقرأي في فرنسا مكنك باش تقرأي يعني في ظروف عادية يعني ما بينك وبين الفرنسيين مكاشين غرون ديكالاج يعني فارق كبير نفسي عنده تقرأي كنت تكتب كنت تتقرأي كنت تأكد الفرنسيين وقعني الفرنسيين على الآن كنت تتحدثي مستقرة حسناً في الوصول على العملية لا أعلم أن أتعلم من قبل لا أعلم أن أفعل الإمكانية في المدارة كانت كنت أعلم أنني كانت كثيراً لأنني أعلم أنك تكون لديك ممارسة نعم، فقط أعلم أنني أعلم أنك ممارسة في المدارة كيف تقيم هذه تجربة لطبادل الخبرات كيف هي القيامة التي تحصلها؟ هذه التدجربة جاءنا يج Tulية الجزائرية يعني الناour الإلتسالي في خارج نحن 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 في خارج في غلقينا و وبربنا وارحنا نحن 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 نعطيئ نحن 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 ناعتبر الع الم Rowask تود إلى قد من구�ين هذا أحب vijnائق النار مoso مسحنا لن yine نحن يتحدث للم قبل و 있고 وعن أكض Boys ميوت فعل دي أتزار نحن هنت برد هوpez شئكة لقد أشكرنا الكثيراً لأنهم أحبقنا كل الإمكانيات وعندما كانت نحب الناس ببطء ونن نحن نتحدث بطريقة ما لدينا احبقنا معي ويشاهدنا ويشاهدنا عن انهم وخاموا انهم ركزوا بشكل مثل أنهم ركزوا معنا ويشاهدنا بعض الأشخاص مثل عمرد السرطان، في عمرد السرطان، كما قضينا معهم بأخداد مجرد السرطان، فيما عندهم لدينا مستعمال من الناس الطائق المتواصد في وقال بعملال الناس في المنصف التي كانت لا نقص حد تحيطي المنصف ولكن لماذا نقص لدينا مستعمال؟ لأننا لا يوجد هذا التكوين المتواصد يُجبا يُترى أن يواجه بأخ ABW إنه يدمر البقاء في المنصف يسبب أن تحيط البيانات من يمكن إدخالتها بسيطر من الحميوظيات هل يساعدون بسيطر الأخبار؟ هل هذا يساعدون تجمع تطرير هذه النبات؟ هذا يساعدون بسيطر الأخبار ويساعدون مواجهة وهان دينما يساعدون بسيطر الوضع لقد كانت من حيث في مجموعه فيها ويشيرجان في الهوبيتال في الهوبيتال كانت ترى كيف كانت ترغبوا لكي ترغبوا لعجب أثناء ثم كانت هنا ويشتركوا لهم باستعملوا هذا المتاريال الذي يشتركوا هنا ويشتركوا فيها جميل أنت تريد أن أركز على كلمة تقول أن هذا الوطن يمثلنا الكثير نحبه ونريد العودة إلى هذا الوطن لكن اليوم ما المانع من العودة؟ نحن نتحدث نحن أنحنا في الاحبرة كما أعتقد أننا هي نحن؟ لقد شكرا في الاحباس وفي أن نتحدث في أجتبع نفسي أنا كل ممكن في العدايا في السنشاط في الالجرب أنا في أنفسي عندما يتحدث في الاحباس في الاحباس في الحملة الإنتخابية التي ترقصها ليدجاميل بوراس كان رئيس الحملة الإنتخابية أعتقد أنت هناك في الحملة الإنتخابية بالطبع أنني امتعني هناك أيضًا مجتمعون على الحملة الإنتخابية لماذا لا تنتهي بعد أن أعود لك هل الجالية التاعنا في الخارج ممكن مبادرة كما هذه تتوسع إلى مجالات أخرى خارج الطب ممكن جزائريين متفوقين في مجالات أخرى قادرين أنتم تتصلوا بهم هم على استعداد الدخول للجزائر ويقدموا الخبرات تاحهم لأنني المجال في الأخبار تعليم ويقدموا خبراتهم وليس في الانتخابية معاوها كمبادرين في كل ممتع بديل ويقدموا برسامةة هو أننا نحاول مع سيد نائب رئيس المجلس الشعب الوطني جمال بوراس وكل هذا بمساندة كبيرة من سيد رئيس المجلس الشعب الوطني والتخليفة اللي هو نربط الجزائريين الجالية الجزائرية في الخارج بالوطن العمي نعم هل تتمنى أنه تكون عندكم وزارة للجالية يعني أكيد ولا أفضل الآن يعني الوضع اللي رعنا فيه بالطبع هذا الشيء يعني تواجد وزارة qui concerne التخص يعني الجالية الجزائرية في الخارج اللي هو نمبر الجالية الجزائرية في الخارج لا أستطيع أن أخبركم المجلس الشعب ولكنه يوجد كثيراً هذا يفرول 5 مليون لا أعلم المجلس الشعب لكنني أعتقد أنه يفرول 5 مليون الألغيريين للتراجئ يعني قوة 40 مليون نتكلم في فرنسا يعني قرابة الـ 5 ملايين أو 4 ملايين أنا لا أعلم أن أعلم ولكن يبقى في النهاية 70 ملايين يعني قوة يمكن أن تكون لديها كلمتها أنا أنا جاءت في فرنسا أنا جاءت في فرنسا وأهلي من الجزائر وأنا من الجزائر أنا جاءت في فرنسا وأنا من الجزائريين وليس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقا يقرأ بكثيراً في العهد الرابعة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وليس الجمهورية المقيمة في الخارج وليس الجمهورية المقيمة في الخارج هذا هو ما يقرأ بكثيراً نعم هذا 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 لكن يجب أن يكون مثل هؤلاء المعارضة، وهناك حدث العديد من المجهود المجهودين على المطاعة! سيدة أو دكتورة نوال مرزوغي، سؤال آخر إذا لم تسمحتي لي أفضل، أكيد! كما قلت هذه التقليد، نعمت أنك مجهودين في الجزائر، تطبيق حتى لا تطبيق؟ أردتك شيء، أنا لدي شريطي لا لا، دعنا لدي أطبيق، لا أحد عن تطبيق نحكي على الفورس لفورس 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 انتا أجل حسنا انتحث ذلك انخلق على الجزائر أنه هل أيضا هل يتخرج من بابزوار باللوديبلم يجب أن تشبه أيضا، شكرا للم allíالي ونحن أنزل جزير نسحن جزير لدينا المجأة ونحن منزلقان وتيش دائما كانت متحت ببزوار ويشعر جدنيه على جيدة ليس فقط في بي Знаدي، في مجالي ويشعر جدنية الراقب وكي تتعظون في الغرسية ويشعر جزير والذيما كانت متشفتت ببزوار عمة بعض المنزل ملوغسان المنظر يكون لديه بنانيه ليس لديه وممانا دقيقيق وماما ما شاء الله الازالجيريان ينتوعنا اللي راحوا منا ما يتلقاوش صعوبات وما ما يتلقاو صعوبات كانوا عندنا صعوبات هنا اللي نوزور نجي بلو صوليد بلو ريجيد جميل وربما في الأخير ككلمة أخيرة هناك بعض إحصائيات تقول بأنه حوالي 84 ألف جزائري يغادلون الوطن سنويا وحوالي 10 ألف جزائري يدخلون الوطن سنويا أنت رسالتك اليوم للجزائريين الذين يريدون مغادرة الوطن من أجل التكوين في الخارج أنا pessoalي أذهب صعبة لأن زرست لأن صار Cada هناك اليوم م��ائم لأن في الخanorت قرى ونحتاج Brasilيور واقتتابعة من أجل пользовามت المهمة ين بتغش Conservar يقدرنا أكثر، لأن تتكلم على التحديد من المجالية لأن تتكلم على مرزوغي من المتحدث لإنهاية وليست تتكلم على التعاصف الناس لذلك، أتكلم على أكثر، لأن تتكلم على المجال التعاصف من الضوء ونحن نتكلم على المجال يعني الشعب الشقيق المقهور الصحراوي وعمل تضامن مع أخواننا في ورقلا وسلكن تسمحوا لي جسوة خبرك نتشكر ميكولاكت على الجمعية دكتور جاري فيصل دكتور علي سفيحي دكتور عبد حليم زوبيدا وكثير يعني مشيغل طائمة طويلة وأيضا السيد جمال بوراس اللي بدونه هذا الميسون اللي جامي بي الجوع لأنه وفرنا كل الإمكانيات سيدي والتخليفة اللي قال وعد باش يسهلنا لسهلنا احنا الأطباء فقط كل الجالية الهزائرية متواجدة وإيضاً وإيضاً لإيضاً 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 جميل جداً إذن شكراً لك أيضاً زميل محمد سلطاني والدكتورة نوال مرزوقي على حضورك معنا اليوم إذن نذهب لمتابعة أحوال الطقس نلقاها بعدكم في أخبار ليعذبكم معنا ترجمة نانسي قنقر